كسفت قضية الأمير حمزة في الأردن غيابا شبه كامل لوسائل الإعلام المحلية فيما حضيت الصحافة الغرية بتغطيات وأخبار حصرية الأمر الذي دفع الأردنيين للبحث عن تفاصيل القضية في وسائل الإعلام من خارج الحدود المسافة الفاصلة بين مقر الحكومة الأردنية ومقر صحفة الواشنطن بوست عشرة ألاف كيلومتر لكن ثالثة من إبريل جعل صحيفة الأمريكية أكثر قربا إلى أسوار الرئاسة من الصحافة المحلية في ذلك اليوم شعر الأردنيون أن حدثا كبيرا يحصل في البلاد يتفقدون شاشاتهم الرسمية وصحفهم المحلية دون جدوى أنباء شحيحة عن اعتقالات على أعلى المسويات حينها ارتموا قسرا في أحضان وسائل الإعلام الأجنبية وكرا من مواقع التواصل على علاتها انفلت عقال بعض منصات التواصل التي صورت ما يجري بمحاولة الانقلاب قبل أن تنفي عمان هذا التوصيف المسؤولين أننا بالأردن لديهم هوس بالتصريح لوسائل الإعلام الأجنبية عرض عن الوسائل الإعلام المحلية هذا أدى إلى أن هذه الوسائل الإعلام المحلية التي هي مفروضة أن تكون مؤسسات قيادية ومؤسسات ذات رأي وتقود المشهد في هذه المرحلة أدت إلى أنها تكون تابعة وتدور في فلك الشبكات التواصل الاجتماعي عشرون ساعة والمعلومات تتدفق من خارج الحدود على الرواية الرسمية المحكمة لهذا الأمر فليتفضل مشكورا ثم يتقدم وزير الإعلام الغائب عن المشهد عدة خطوات لا لتقضية صحافة بلاده بالمعلومات بل لتقديم وزير الخارجية في مؤتمر صحفي للحديث عن القضية أصيب المشهد الصحفي بارتباك كبير زادت المأساة بقرار يحضر النشر قبل العدول عنه عنوين عريضة تمنح لأصحاب الدار من الصحفيين وتسريبات مفصلة للصحافة الأجنبية الزجاجة إذا أنت ما عبيتها بالمعلومات من عندك شخص آخر وطرف آخر راح يعبيه كان السوشال ميديا كان صحف المواطن كان المواطن الغضبان كان الإعلام الخارجي أي طرف آخر غيرك راح يملأ هذا بالإشاعات وبالمعلومات الخاطئة وبالمعلومات قد تكون صحيح حتى من أضعف الترددات لم يأتي مزيد من البيانات كان أسبوعا غزيرا بالأحداث لكنه فقير بالمعلومات على الأقل بالنسبة للصحافة الأردنية لم تتدفق الأخبار إلى الصحافة المحلية اكتفت الحكومة بجرعات متباعدة بنظام تقطير المواطن يتلقف الأنباء من العالم الأزرق بلا غربال يميز الدقيقة من الشوائب مراد لبطوش العربي عمان